إلى ذلك دعا وزير التخطيط الدكتور محمد تميم برسالة خطية المحافظين إلى الاستعداد لإجراء التعداد السكاني في العشرين من تشرين الثانية المقبل بوصفهم رؤساء اللجان العليا للتعداد في محافظاتهم وتضمنت الرسالة تكليف المحافظين تقديم الدعم الكامل لدوائر الأحصاء في المحافظات وتسهيل عمل التعداد وتشكيل اللجان الفرعية وحشد التأييد الواسع للمشروع وتوفير متطلبات اللوجستية والمخازن لإنجاحه أكد وزير التخطيط أن التعداد السكاني سيكون إلكترونيا للمرة الأولى في تاريخ العراق معتبرا نجاحه ضمانة حقيقية لحصول المحافظات على حقوقها المالية كاملة غير منقوصة